السلام عليكم لبنات الحدقات اشخباركم لبس عليكم ان شاء الله تكونوا باخر وعلى خير فيديو جديد ووصفة جديدة جيت نشارك معكم هاد الاقتراح كبشبت غداء او عشاء غداء اللي كيجيلة ديد جدا بنين بزفزف متشبعوش منه غدي يعجبكم ويعجب حتى اللي لفاميديا لكم ووليداتكم ان شاء الله وكيتحضر باسهل طريقة فتابعوا معاي الفيديو حتى الاخير ومتنسوش اختكم بتشجيعاتكم ولايكاتكم والاشتراك في القناة باش دائما توصلوا بكل جديد ونقولوا بسم الله على بركات الله فاول حاجة غدي نحتاجوه البطاطا انا استعملت هنا تقريبا واحد ربعات دياللي حبت نتع البطاطا كبار قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم الدوائر ماشي رقاق بزف وماشي غلطها كام توسطين بالنسبة لهاد البطاطا غدي نشرملها كنديل لها الملحينكم ميزانكم شوية ديالفلفل اسود شوية ديالفلفل احمر شوية ديالخرقوم قاعد توابيل دورو شوية 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 ديالسكين جبير قدرت واحد زوج معالق ديالقصبورو معدنوس وغدي ندير واحد شوية ديالزعتر زعتر كي يعطيها واحد الماداك روعة وغدي ندير واحد المعلقة ديال زيت زيتون فغدي نشرمل هاد البطاطا مزيان ونخلط معا هاد المكونات او هاد توابيل مليح مليح بها الطريقة هادي نجد ربوها البناس تجي تهبل اهنا قدي نشد صينية ديالفران وغدي ندهنها حتى هي بزويتا ندهنتها نييب واحد شوية انتع زيت زيتون وغدي نخوي في هاد البطاطا نسرحها ونغطيها بورق الزبدة والاليمينيوم وغدي ندخلها للفران ونلغي ورق الزبدة ونغطيها بشي صينية اخرى ندخلها للفرن ساخن على نار متوسطة ونخليها كالتشوة تكطيب ضغية كالتطيب 11 دقايق ولا كالتطيب بما مشينا نوجده المكونات الاخرى هنا اخذت مقلات حبيباتي ودرت فيها واحد جج معلق ديال الزيت ولا ديره معلق الزبدة اللي بغيته قدرت فيها واحد البصلة اللي مقطعها بهات شكلها هذا قدي نخلي هاد البصلة تشحر شوية تدبال ويتغير اللون ديالها بعد غدي نضيف هنا استعملت هنا يصدر ديال لادان اللي مقطعها كالديكاغو ضفت واحد الحبة ديال الجزار محكوكا حبة ديال القارع الاخضر او الكورجيت تهي حكيتها ضفت هاد المكونات هاد وشحرتهم كامل هاد المكونات مزيان غدي نتخليهم يتقلوا مليح مليح بعد ما يتقلوا هاد كنديروا التوابل دي ما كنعطيكم هاد النصيحة التوابل عمروا ما نقليهم في اللول باش ما كيتحرقوا لكمش فتاك تقليوا المكونات هتديروا التوابل نفس التوابل اللي درنا في البطاطة درت شوية ديال الملحة ليبزار سكين جبير شوية ديال الخرقوم وشوية ديال الفلفل الاحمر صافيك ان نخلط هاد المكونات او هاد توابل ودرت شوية نتع التوم بودرة اه الى ما عندكم شتوم بودرة حكوا واحد الفصل نتع التوم طرية حكوا في الحكاكة وقليواها مع ديك البصلة سوف هناك تخلطوا كامل المكونات والحوشوة ديالنا يجهزة هنا غد نصاوبوا انسوس بشامل لتقدروا تعوضوها بكريمة السائلة الخاصة بالطبخ انا استعملت هنا خديت كسرو نادرت فيها معلقة كبيرة ديال الزبدة خلتها دابت استعليها معلقة ديال الفرينة خلطهم مع بعض ديالهم بالفوي حتى ما كتوقاش تبنى ديك الفرينة نضيف عليها نصف لتر من الحليب نصف لتر من الحليب نصف لتر من الحليب ونخلط كندوب فيه دوك المكونات صافي من اللي كتضيفوا هذك الحليب وانتو ما كتحركوا ما كتحيدوش يديكم على النار تسبب لكم ان القوام ديال هاد الاصوس بده يتقال شوية ديال الملحة شوية ديال البزار وصافي الاصوس بشامل ديالنا راها جاهزة وكاديل ديال بزار هنا غدين بدي ونصفوا الصينية ديالنا كتاخدو الصينية اي نوع ديالها اللي بغيتو بالنسبة للبطاطات شوية وطلقت واحد الرائحة طالعة وتعزع طرجة تهبل تاكلوها غيها كيك جيزوينة فانا اخديت هنا يا الصينية درت شوية ديال لاصوس بشامل في الاسفل درت طبقة ديال البطاطس المشوية وغدين دير عاو تاني شوية ديال لاصوس بشامل يعني ببين كلها طبقة وطبقة كندير شوية ديال بشامل هنا غدين جيب هديك الحشوة اللي طيبنا نتعلى دند مع الخضر نزيان هاكا في هاد الانواع نتعليق غاتا وكل شي دخلي خضيرة هاكا ياكلوها وليداتك وانا كيعجبوني هاكا كدرك الدعوة كتسخن شوية كيعجبوني هاد الاطباق سوف البنات من اللي در الطبقة نتع كامل ديال الحشوة وخويتها زج شوية ديالة بشامل وغدين دير البطاطة اللي بقات لي كامل كنغطي بها هديك الحشوة اللي درناها به هاد الشكل هادا نتع نغطيوها كاملة وغدين ديرو قياس ديالكم بتاع البطاطة على حسب المول اللي غدين ديرو فيه سافي اخر حاجة غدين دير ديك البشامل اللي بقات لي كاملة غدين نخويها نسرحها لديك البطاطة واخير خطوة غدين ندير شوية ديال الجوبل المبشور باش كيعطيني ديك الطبقة المحمرة اللي من الفوق كجي ملحة وزويونا غدين ندخلها لبنات الفراني يكون سخول على نار متوسط طغير واحد خمسة دقايق تشوفوها كالتبخ صافي كتشعلوها من الفوق ديالها تكيدو بدك الفرماج وكيتحمر وكيكون هدا هو الشكل النهائي ديالها ما نحكي لكم شا البنات على الريحة اللي طالعها يا سالهم كي مشتو طريقة سهلة ففي عيوض ما تسلقي البطاطة جربي انك تشرمليها وتشويها بهالطريقة غدين تعطيك واحد النتيجة اللي زوينا بزعب سافة البنات كتقطعوها وكتقدموها درتوها في الغضاء كترافقوها بصلطة ولا لسوب ولا اي حاجة بغيتو درتوها في العشاء فكتكون بوحدها كافية وشبيعة وغنية وبنينة بزعف فان شاء الله هالبنات تنال اعجاب ديالكم طروري تجربوها وتردو علي الخبار في التعليقات وصفتو لتطبيقات ديالكم في الصبح ديالي على الانستغرام اللي قد نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوص يلا هالحبيبات ما تنسوا شغطكم شجعوها خلي بلي جيم ما خسرتو احتشي حاجة شي كلمة طيبة كذلك بطا جيو الفيديو ديالي مع حبابكم وصحابكم واللي ما زال ما مشتركه في القنات كنقولك مرحبا بيك في الحائلة ديالشيوات صفاء شفع لي الجرس الصغير واشتركي باش دائما توصلي بجديد الوصفات شاده هو الشكل النهائي البنة رائعة تاكلها بالخفز والفرشيطة الصحة والراحة